حلو نشوف كده السؤال ده حلو جدا بيقولي ان عايز الديستنس بتوين اي ان بي اوكي دستنس بتوين اي ان بي فين اي اي هنا اي بي هنا اي طيب هنلاقي ان الشكل عامل كده والاحز حاجة حلوة قوي هلاحز ان عندي شكل تشوينجل بالشكل ده كده ودي حاجة تساعدني جدا ان انا اجيب الديستنس دي بس انا دلوقتي عندي مشكلة انا دلوقتي هلاقي ان انا عارف اللينث ده اللي هو بتوينتيمتر زي ده اوكي بس هتكون الفكرة ان انا مش عارف الجزء اللي تحت ده طيب انا لو فكرت دلوقتي انا عايز اجيب الجزء اللي تحت ده اعمل ايه فكروا معي كده بكل بساطة هاجي هنا وي اعمل شكل تشوينجل ده شايفين التشوينجل ده اللي هو اعمل كده سيكس وتو وي الجزء اللي هو اوله ايه ده ده اللي انا عايز اجيبه صح كده؟ طيب انا هاجي اعمل ايه؟ اقول والله الجزء اللي انا عايزه ده تعالوا نسميه مثلا ي اوكي اقول ان ي سكوارد ايكولز 2 سكوارد بلس 6 سكوارد احنا قلنا دي بايثاغرس من البيثاغرس الهايبوتنس سكوارد بيساوي ال 2 other sides سكوارد طيب انا عايز اجيب الواي لوحدها يبقى اخد الاسكوارد بتاع الكلام ده اللي هو 2 سكوارد بلس 6 سكوارد اللي هيديني في الاخر سكوارد 40 حلو جدا طيب يبقى انا جبت الجزء ده بسكوارد 40 طيب تعال بقى دلوقتي نعمل ايه؟ نستخدمه في الترينجل التاني يعني ده الجزء ده بسكوارد 40 حلو جدا وهاجي اشوف شكل الترينجل ده اللي هو اللي فيه الاب اللي انا عايزها دي الاب دي اوكي انا جبت الجزء اللي تحت ده بسكوارد 40 وانا عارف اصلا ان ده بسكوارد 2 سنتيمتر اقدر اجيب الجزء ده تعالوا نسميه اكس بكل سهولة اول اين الهيبوتنس سكوارد بيساوي ده سكوارد 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 40 سكوارد بلس 2 سكوارد اوكي فبالتالي الهيبوتنس سكوارد سكوارد بلس 4 اللي هو سكوارد 44 اللي هو الهيبوتنس سكوارد 6.6 3 سنتيمتر حلوة جده وكده جبت ال الهيبوتنس سكوارد